فجأة بدأوا يشاهدوا الفرملية والأطباء يطحوا واحد امرا واحد وما عرفوا ما هو السبب والذي يريدون أن يطحوا المعاونة ولكن كانوا واحدين لم يطحوا ويحاولوا ما يمكن أن ينقضوهم ولكن بدون يجدوها حتى الآن الحصيلة الخمسة التي ماتوا ماذا ماتوا؟ حتى الآن في التشريح تسمم في الطماغ الشيء الذي يجعلهم يطحوا يبقى وحيين ولكن يتعذبوا حتى يتقطع منه الأكسجين ويموتهم والمادة التي استعملها هي خطيرة وهذه المادة كانت لديهم في المختبر ولكن ماذا يهزة؟ ماذا يفرق عليهم؟ وكيف اشتاجتهم؟ لنتابع بقية التفاصيل بعدما طاحوا ووزهم الناس ودوهم الإغاثة وخوهم مفضلك الطبيب ودوهم لأحد الطبيب وهو آخر وهو في المعدات مجهدة ولكن بدون يجدوها بحيث يقع لهم شلال يبقى حالين وحالين حالين لا تدوز واحد ساعة حتى يموتوا وكيف هاش؟ الناس كاملة خلعت الناس بدأت تترعت يقولون ربما يقع عليها وش موش حاجة وش موش من بعد تبين في الجسم واحد المادة وهذه المادة كانت لديهم في المختبر وش كل ما يدارها لهم؟ بدأت الأبحاث والشرطة القضائية بدأت تبحث في هذا الموضوع ولكن بدون جدوى هنا هي طريقة الأبحاث الأمنية والتي أشكرها أنا في جميع الفيديو يعني بشتحل اللغز بحلقها صعيب كما كانت الشرطة العلمية والشرطة الحديثة والشرطة التي تصهر يعني شبه يوميا على بعض القضايا فرما يعني ما تحلل لش واحد سهولة وفي الطرف اللي هو واجيز بدأت مشكوك في واحد طبيب يعني شكل اللي كان في ذيك المختبر بدأت يرجع شكل اللي كان في ذيك المختبر كان الطبيب فلاني وهذا 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 كل واحد بدأت يبحثوا معه ولكن تماركم معرفة الأطباء يعني ما يمكنش يعني تعميق مع البعث ما يمكنش تشي داليل من الموز اتجاهه ولكن واحد الفرماية نطقت واحد الشهادة اللي كان زوينا قد لهم أراد الطبيب الفلاني نشتو ودخل هنا ولكن ما كانش عليه يدخل ولكن شتو في واحد الوقت اللي كانت شي واحد اه شكونوا هو واحد طبيب طبيب الفلان بالفلان شوكي بحثوا لديك الفلان وخونا كان بحثوا معه دايجا واحد ضابط زاد كدع عليه قال له آخر مرة دخلت إلى هذا المختبر قال له دخلت مع السيفلان قال له معي ما وقت مع العشرة قال له ما دخلت بوحدك قال له لا أنا يعرف قال له عنده شي قادية في هذا في هذا ربما بالغلط يعني ما يمكن شهد السيدة يتعمد دائقة الخمسة ولكن الطبيب هذا تعمد دائقة الخمسة بدأوا يعني كيف يبحثوا معه لحياة دياله شكونا هو يعني اخداوا واحد المقرار ديال حياة دياله وهنا يتوضح باللي كانت عنده علاقة مع واحد الفرملية وهذا العلاقة هذه انتج عليها حمل على ما يروج وعلى الأبحاث التي قامت بها ريجل الشرطة ولكن أين اختفى هذا الطفل؟ أين اختفى هذا الطفل؟ أين اختفى هذا الطفل؟ راجت باللي السيدة حملة من فلان ولكن أين اختفى هذا الطفل؟ أين اختفى هذا الطفل؟ ومعناها يعني أين اختفى هذا الطفل؟ لا تشحج لك السيدة يعني بحل الصديق يعني نقرأت كل شيء كل شيء نقرأته ولكن الشهود والناس ومعارفين باللي كانت عندها علاقة يعني صحاباته وكذا بعد ما ابحث معهم قررت الشرطة يعني بشتوخد معها يعني ضرورية طاحتين خمسة فبدأت كثبات محدة فهي تعترف كتلوبية سيدة التطبيب هذا يعني يعني كان معه واحد العلاقة ولكن يعني هذا الجانين هذا السافي يعني لا تنتقل يعني يعني ما يحدث في التطبيب هذا كيف يتعامل كيف يتعامل مع الناس هذا كيف يتعامل كيف يتتحرر مع هذه العلاقة يقولك أنه يبدأ شاد في الإنكار شاد في الإنكار شاد بعتذر بما يتعرفه بحال مجرد صديقة هنا اعترفت له واحد من هذا الأشخاص الذين ماتوا كانوا جوج أطباء وثلاثة الفرميليات الذين ماتوا كانوا أصدقائهم ومشامعهم يعني قنازة وهنا المثال يكون قتل الميت يمشي في قنازه نطابق هذا المثال على هذا الطبيب قلت لهم أنا كنت أريد الطبيب والطبيب مزوج والطبيب هو بدأ يغرنيه واناوية كنت أحبه وكان قلت لي بلاد العلاقة سأتدوم فقدر الله ما شاء حملت منه حملت منه لا أريد فكان هو واحد طبيب مختص في الجرحة وعملية الكلاوي والمثالك البولية فقرر يمشي عنده صاحبه لكي يجري لي عملية الإجعاط وكان دب زووية وصافحت فقرر وقد أردت وقد أردت وقد أردت وقد أردت وقد أردت وبدأت التحديد من الأول حتى يتزير وقد أردت الأدلة ما يتبت بماده وكي تكون خاطرة تبقى في البصامات يومين وكي تغسر بالماء وصابون وكي تبقى بماده يتزير وحرقه في مماده وحرقه على ملابس وضربه الكاشف فتبعه ومجلقة وخطق الصغيرة أجلت وإنما تحتحت وكي تستمر واتبح مادة الباضية فعلا نتسيط لقاوه كامل بعد المادة هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني هي الشهادة للفرملية مشي الخاطبة أو الخليلة دياله فالشهادة للفرملية اللولة اللي اعترفت باللي راح شافته تخلي المخصابر في واحد الساعة اللي متأخرة من الليل شهادة اللي يتبتع لي ديال هذه الفرملية الثالثة اللي ينكر هذه العلاقة وهي كتعترف وجبله تلقى بلا لدرة العملية يعني مشت فيها القابلة ومشت في هذه الفرملية وعاد مشت فيها هاد راس الحربة اللي هو هالطبيب هذا بعدما تزير بهذه الأسئلة ما لقى ما يقول هو يا صرف علاش دار هذا الشهادة دار هذا الشهادة على ود الزوجة دياله شو يعني شو نوقع بعدما ساقس الخبار باللي راح حاملة منه الفرملية وهالطبيب بعدك الكاتب لها الأملاك دياله كاملة قلت له باللي انا اطلقك اني مشيت تزوجتي هاد الفرملية في الحل الوحيد لكي تهني هذه الفرملية هي دور معها وقلها رغم انطيح يعني ذلك البيبي وخدمه على راس كأنه شيئا لا يعقع فعلا هذا الشيء الذي تفقه عليه تفقس عليه على واحد المبلغ مالي هذه الفرملية الذي درس معه علاقة من بعد هذا الشيء هذا تفقه وهذا دكتور الذي معه وصاحبه ويجعله العملية على هذه الفرملية هذا الشيء يجعله لا يريده لا يريده ويجعله يكتب به جيكاية على هذه الفئة فقال انا اخرج على راسي لو ما اصفي عليهم بطريقة التي هي ذكية امشى لأحد المبلغ الذي لديهم في واحد العصال في الاستراحة ويجعل فيها هذه المادة وعرف بلدك الجوج يجي ويشربون بعد لديهم في الناس فقالهم يمشي ويشربون در هذه المادة ويجعله كان هذا النهار لم يكن يجعله لكي يبعد على راسه الديلة ويجعله ويجعله منها ويجعله اخرى فبهم يطيح واحد مرة واحد هنا كانت كاريتا صادمة للمغاربة و المتهمين المتهم الرئيسي الطبيب وعدل متهمة ذلك القابلة لذلك الفعل وهو ممنوع زائد هذه الفراملية فاختوح العقوبة لكي يستهلوها لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر